الثمينة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرناتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي عزم مصر الاستمرار في تقديم كافة أوجه الدعم لبروندي مشددا على تطلع مصر للارتقاء بمستوى التنصيق والتشاور السياسي الثنائي بين البلدين جاءت تصريحات الرئيس السيسي خلال استقباله في شرم الشيخ الرئيس إفريست نايداشيمي رئيس جمهورية بروندي وذلك على هامش عقادي أعمال القمة العالمية للمناخ كوب 27 وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس نايداشيمي أشهد بالتنظيم الناجح للقمة العالمية للمناخ وبتميز علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين هذا وتناول اللقاء تباحث بشأن أفاق عزيز التعاون المشترك بين البلدين على الشتى الأصعدة حيث أشهد الرئيس البروندي بالدعم المصري غير المحدود للحفاظ على الاستقرار في بلاده والمسندة الحثيثة لها في كافة المحافل الإقليمية والدولية في حين يتمنى الرئيس السيسي موقف بروندي المساند لمصر فيما يتعلق بموضوعات ملف المياه أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الدور الحيوي الذي تقوم به تنزانيا كإحدى الدول الفاعلة في إفريقيا وبهدها أيضا لتعزيز الأمن والاستقرار بالقارة جاءت تصريحات الرئيس السيسي خلال استقباله في شرم الشيخ رئيس التنزانيا سمي حسن وذلك على هامش عقاد أعمال القمة العالمية للمناخ كوب 27 وأكد الرئيس السيسي متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين والبلدين الشقيقين وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعيدة خاصة على صعيد الاتثمارات المصرية في القطاعات الحيوية وفي مقدمتها إنشاء سد جوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهرمائية والذي تعاون مصر على دوره في منح دفعة قوية لعملية التنمية في تنزانيا الشقيقة من جانبها أكدت رئيس التنزانيا سمي حسن على عمق العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين معربة عن التقدير في هذا الإطار لما تقدمه مصر لبلادها من دعم فنية في مجال بناء القدرات على مدار السنوات الماضية مع الإشادة أيضا بنشاط الشركات المصرية في تنزانيا ومساهمتها في جهود التنمية أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه ينوي الترشح لولاية رئاسية ثانية مشيرا إلى أنه سيؤكد ذلك مطلع العام المقبل وخلال مؤتمر صحفي تعهد بايدن بعد بمنع عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وذلك باستخدام جميع الوسائل القانونية وأوضح بايدن أن الانتخابات النصفية كانت يوما جيدا لديمقراطية في الولايات المتحدة وشهدت مشاركة واسعة وأكيدا أنه لم تحدث موجة ضخمة للجمهوريين كما توقعوا مضيفا أن الحزب الديمقراطي لم يخسر في الانتخابات كما خسر الجمهوريون في السنوات الأربع الماضية قالت مديرة الوكالة الأمريكية للأمن الإلكترونية وأمن البنية التحتية جين إسترلي أنه لم يتم رصد أي الدلائل على حدوث تدخل في الانتخابات التجديد النصفي للكونغرس وفي بيان لها أضافت إسترلي أنه لم يتم رصد أي عملية لمسح بيانات تصويت أو فقدان أصوات أو تغيير فيها كما لم يتم رصد أي عمليات ابتزاز في أي الدائرة من الدوائر الانتخابية بأنحاء الولايات المتحدة ووجهت إسترلي الشكر للمواطنين الأمريكيين العاملين بمراكز الاقتراع لسعيهم إلى تأمين وحماية العملية الانتخابية ودعت الجميع للتحلي بالصبر انتظارا لاستكمال عمليات الفرز والمراجعة للأصوات قبل إعلان نتائج بصورة رسمية قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي إن الجيش الروسي تكبد خسائر بشرية تقدر بأكثر من مئة ألف جندي سقطوا بين قتيل وجريح في أوكرانيا وأشار ميلي إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية عانت على الأرجح من مستوى ممثل من الخسائر في الحرب لافتا إلى أن أربعين ألف مدني أوكراني قتلوا أيضا على الأرجح في الصراع منذ بدء العملية العسكرية الروسية بأكرانيا منذ فبراير الماضي قالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة ستيفاني تنبلاي إن كبار مسؤولي الأمم المتحدة سيكتمعون مع وافد روسي في جينيف غدا الجمعة لمناقشة مستقبل الاتفاق الموقع بشأن الحبوب الأكرانية وفي تصريحات لها قالت المتحدثة أنهم سيواصلون للمشاورات الجارية لدعم جهود الأمين العام أنتونيو جوتيريش بشأن التنفيذ الكامل للاتفاقيتين الموقعتين لتسهيل تصدير الحبوب والأسمدة الأوكرانية والروسية الذين من المقرر أن ينتهي سيريانهما في الثامن عشر من نوفمبر الجاري يعقد مجلس النواب اللبناني اليوم خامس جلساته لانتخاب رئيس جديد للبلاد وذلك في جلسة عامة دعا لها رئيس مجلس النواب نبيه بري وينص الدستور اللبناني على فوز المرشح الذي يحصل على أغلبية 86 صوتا من بين أصوات 128 عضوا بالمجلس في الجولة الأولى للانتخاب وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على هذا العدد تجرى جولة ثانية يفوز فيها من يحصل على 65 صوتا تأهل فريق بيراميز لدوري المجموعات لبطولة الكنفدرالية الإفريقية بعد الفوز على نيجليك بطل النيجر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين باستاذ القاهرة الدولية في إطار إياب الدورة الـ 32 التكملية من البطولة كما تأهل فريق فيوتشر إلى دوري المجموعات لبطولة الكنفدرالية الإفريقية عقب الفوز على فريق أول أغسطس الانجولي بركلات الترجيح بنتيجة ثلاثة إلى اثنين من المباراة التي جمعت الفريقين على أستاذ السلام ضمن منافسات إياب دوري الـ 32 التكملية للبطولة انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فكرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل اشتركوا في القناة